صالي اللي زيليف اهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الصف الثاني السنوي اهلا بيكو على قناتي بروفسير اونلاين في الفيديو ده هشرح الدرس الثاني من الوحدة الرابعة من كتاب جنيال لعام عشرين اربعة وعشرين الترمي التاني نشوف كده مع بعض عنوان الدرس كامباري دير سي كامبريفار كامباري دير سي كامبريفار يعني قارن واقول ما تفضل قارن واقول ما تفضل نشوف كده مع بعض في الدرس ده المفروض هنتعلم الحديث عن اساس الحجرة وصف ديكور الحجرة مقارنة بين شئين او شخصين هناخد التفضيل في الدرس ده التعبير عما تفضله نشوف اول حاجة انه مسكولا طبعا وقبل ما نبدأ في الكلمات زي ما بقول لكم في كل درس متحاولش تحفظ الكلمات دي لو حاولت تحفظها هتتعقد لكن هتعمل ايه هتسمع معي الكلمات بس بتركيز خلاص تمام متحاولش تحفظ دلوقتي هتسمع معي الكلمات بس بتركيز لو انت في اخر ما تسمعت معي الكلمات لقيت نفسك عرفت منها عشرين تلاتين في المية دي حاجة كويسة او باكي هتسمع معي الشرح بقا والسجير والميل والمواقف وهكزا وهتبدأ برضو انت تحل هتلاقي نفسك طلعت بسبعين تمانين في المية تمام باكي ده ترجع بقى الكلمات تشوف ترجع بقى الحاجات اللي انت ايه لسه ملمتهاش وسط الدرس ترجعها طبعا والحاجات اللي هنحفظها كتابة طبعا انا هقول لك عليها واحنا ايه بنشرح الدرس طب نشوف بقى نرجع بقى لانه مسكلا الاسماء المذكر ان بيرو ان بيرو مكتب الجامع بتاعها دي بيرو دي بيرو ان سانتر كوميرسيال ان سانتر كوميرسيال مركز تجال لشا يعني الكت تيجي بمعنى دردشة بس النطقها بيختلف يعني انا لو قلت لشا معناها الكت لشات معناها الدردشة على النت داكر طب هنا يعني دي الجامع بتاعها وياريت ما نتلغبطش ما بين الكلمة دي وما بين كلمة شال طبعا فيه اختلاف فيه الكتابة ما بين الكلمتين يعني كلب المقارنة المحتوى يعني وسادة او تكاية اله دوفن المحتوى المحتوى اللي هو الحامستر اللي هو الفاري الأبيض Un lambadaire Un lambadaire اللي هي الأباجورة الكبيرة اللي بتبقى محطوطة في الأرض وليها استند كبير Le lapin Le lapin الأغنب Un lit Un lit سرير Le meble Le meble الأساس Le meur الحائط Amusé Amusé متحف Un oreille Un oreille يعني مخدد السرير Un porte-mante Un porte-mante يعني شماع Un posteer Un posteer اللي هو البoster يعني صورة مشهول يبقى Un posteer هي صورة لشخص مشهول Un papier يعني ورق Un posteit يعني ورق لاصق Un posteit Un range CD اللي هي حافظة للإستوانات أو مرتب للإستوانات Le rap اللي هي موسيقى راب ده طبعا نوع من أنواع الموسيقى Un réveille Un réveille منبه Un rideau اللي هي ستارة الجامعة بتاحها des rideaux Le songe Le songe الأرض Un tableau يعني لوحة أو سبورة الجامعة بتاحها des tableaux Un tabi يعني سجد Un terroir Un terroir اللي هو الدرج Le roc اللي هي موسيقى الرك برضو ده نوع من أنواع الموسيقى نشوف هنا بعض الصور اللي هو جيبهننا وهي أسماء مذكرة Un lampader عادي الصورة بتاعتها اللي هو قدامنا Les dauphins Dolphin Un hamster El hamster Un range CD اللي هو مرتب السديهات نشوف بعد كده النور في منا النور في منا الأسماء المؤنسة Inafiche إعلان مسور Inaarmoire Dolabe La chaine des alb La chaine des alb يعني سلسلة جبال القلب La chèze Kol si In kurpij a papije In kurpij a papije يعني سلل الموحملات La komparaison La komparaison يعني الموحل La décoration La décoration الدكور In itager In itager يعني غف In garderobe In garderobe يعني دولاب صغير للملابس In lambe يعني لمبة أو أباجورة على الكومدينو أو على المكتب La march المشي أو السير In maquette نموذج مجسم In maire بحر نخلي بالنا الفرق ما بين In maire بمعنى بحر و maire بمعنى حائط تمام؟ طبعا فيه اختلاف الحرف اللي في النص In montagne In montagne جبل وفي كلمة تانية اللي هي company اللي هي الريف برضو نخلي بالنا ما نتلغبطش ما بينه In moto موتوساكل In sortie خروجة أو فسحة In souris In souris لو الفارق الصغير الجمع بتاحها De souris In table de cheve In table de cheve اللي هو الكومود أو الكومدينة طبعا نترجمها كلمة كلمة هنا In table يعني تربيزة Cheve هنا ده المكان اللي جنب السرير يبقى المكان اللي جنب السرير بنسميه cheve يبقى التربيزة اللي بنحطها جنب السرير اللي هي الكومود In tablet tablet نشوف بعض الثور على الكلمات المؤنسة In tablet tablet In moto In lambe الاباجورة أو In lambe جوف بعض الصفات والظروف وحروف الجر والتعبيرات Agriable Agriable يعني ممتع أو ممتع أو مريح أو مريحة تمام الصفة دي بتنفع مع المذكر والمؤنس Amusant يعني مسلي Amusante يعني مسلية هنضيف E في نهاية الصفة Ancien Ancien يعني قديم Ancien يعني قديمة Aussie أيضا Shere يعني غالي أو عزيز تمام لو هتكلم مثلا عن شيء هقول أن الحاجة غالية لو هكلم مثلا شخص وأقول له شير يبقى أقصد بها شخص عزيز علي هنا الشير بالشكل ده يعني غالية أو عزيز طبعا المؤنس بتاع الكلمة اللي فوقيه شت يعني رائع أو رائع تنفع مع الاتنين المذكر والمؤنس هنا كار يعني قصير ندفلها تبقى كارت قصيرة صعب أو صعبة ندفلها تبقى يعني بيكون ضد طبعا الفعل بيصرف حسب الفعل هنا يعني بيكون موافق طبعا برضو الفعل بيصرف حسب الفعل طبعا الحاجات دي هيوضح معناها أكتر لما تدخل وسط الجمل فسيل سهلة أو سهلة مؤنس أو مذكر هنا فامليال يعني عائلي أو ندفلها تبقى عائلية يعني لطيف لطيفة طبعا هنضيف في نهاية الكن فتبقى مؤنس هنا يعني ضخم ضخمة عالي أو مرتفع عالية أو مرتفعة أمبرتن يعني هم أمبرتن هم أمبرتنت يعني هم إنترسان إنترسان شايق إنترسانت شايقة إنترسان إنترسان زكية جولي جميل ندفلها أ تبقى بردو جولي جميلة لون بطيء ندف أ في نهاية الصفة تبقى لون بطيء لون يعني بعيد عن لون يعني طويل لون طويلة مبلي يعني مفروش بالأساس ندفلها أي تبقى مفروشة بالأساس حسب الكلمة اللي احنا بنتكلم عنها مؤنس ولا مذكر هنا ما أقل plus يعني أكثر برد قريب من غابيد سريع أو سريعة اتيل مفيد أو مفيدة برضو بتنفع مع المذكر أو المؤنس تبقى نشوف الأفعال أكروشة أكروشة يعني يعلق على الحيط أو يعلق على الشماء إيمي يحب أبرند يتعلم شوازير يغطل كولي يعني يلسق كولي يعني يلسق كمباري كمباري يقال دنسير دنسير يعني يطل لعلى ديكوري ديكوري يعني يزين أو يزخلف ديكرير ديكرير يسف فكسي يعني يثبت يعني يثبت يخترع يعني يثبت برضو يثبت أو يبرهن يعني يفرش الحجرة بالأساس بريفير بريفيري ده الفعل يفضل بريفيري يفضل غيجلي لغي في غيجلي لغي في يعني يثبت المنبه شوف هنا الإكساركسيز عبد الله بيحب نقط سان شامبر يبقى بيحب ديكوري يعني هو يزين غرفته وباقي الكلمات مترجمة لأليفون إي بيكون يعني الفيل بيكون نقط جران ك لشيفال عايزين يقول إن الفيل بيكون أكبر من الحصان طبعا ديها التفضيل أو المقارنة هناخدوا بعض شوية وإحنا بنشرح الجرامال بس أنا هجاوبها معاكم وهقول لكم هي عبارة عن إيه وبعا كده نشوفها تاني في الجرامال طبعا هنا الصفة بتتحط ما بين بلي وما بين ك يعني إحنا عايزين نقول الفيل بيكون أكبر من الحصان يبقى نحط الصفة اللي هي كبير ما بين بلي وما بين ما بين ك دا كر يبقى لليفون أه بلي ران ك يعني إحنا بنضع المخدة على يعني على السرير ج أنا عندي نقط يعني أنا عندي إيه تحت السرير يبقى دا تروار يعني أدراج تحت السرير دي كمان موجودة في الوسيقى بتاعة المدرسة خلاص تمام هنا دا غيدو اللي هي ستاير دا شاز كراسي دا بيرو مكاتب نشوف رقم خمسة يعني بني بيلعب ألعاب الفيديو على التابلت التابلت يعني الدولاب بيكون نقط لشامبر يعني في الغرف هنا لم أخذناش أه بمعنى في لأن ما بيجيش بعدها أداة يعني بيجيش أداة معرفة كده بالشكل دا يعني على طول الاسم زي في الفصل خلاص داكر رقم سبعة أنتو عندكم نقط غيدو دان فوت شامبر يعني أنتو عندكم يبقى هناخد د للجمع لأن كلمة غيدو بالشكل دا معناها ستاير وانا لسه أيلها لكم وإحنا بنشرح يبقى الكلمة دي جمع هتاخد د ومعناها أنتو عندكم ستاير في غرفتكم رقم تمانية هناختار كل للجمع المؤنس يعني كلمة دي كوراسيون اللي هو الديكورات دي كلمة جمع مؤنس يبقى كل دي كوراسيون تمي دان لسالون يبقى أي الديكور أو أي دي كورات اللي انتو حطتها في السالون تسعة تيام لشيان انتو بتحب الكلاب و لشا يعني انت بتحب الكلاب ولا القطط رقم عشرة لونت دي سولي النضارة الشمس جمع مذكر كلمة لونت جمع مذكر يبقى الصفة التي توصفها جمع مذكر يعني بتكون جميلة رقم حداشر تيام انت بتحب اللغة الفرنسية ولا اللغة الانجليزية هنا الفعل المصرف مع تي سير لابيرو يعني على المكتب يعني بيوجد لم يعني احنا بنضع الكتب على يعني على يعني المنبه بيكون مفيد هنا انا عايزة صفة مفرد مذكر عشان كلمة مفرد مذكر الصفة الوحيدة الاخيرة هي اللي بتنفع مع المذكر والمؤنس بمعنى مفيد او مفيد نشوف الوسيقة اللي عندنا سالي احمد تحياتي احمد هنا مين اللي بتكلم اللي كاتب اسمه في نهاية الوسيقة اللي هو سامي سامي بيقول سالي احمد تحياتي احمد جابت دان زن غران اپارتيمون يعني انا بعيش في شقة كبيرة دان سيت اپارتيمون في هزيه الشقة ايلي ترواش شامبر يعني بيوجد ثلاث غرف نوم اين يعني واحدة بور مي بارو لوالدية اين يعني واحدة كمان يا غرفة كمان بور ماسير لأختي ايلا يبقى غرفة لبابا ومامتو وغرفة لأختو وغرفة لهو يعني ايه الكلام ده يقول غرفتي بعد كده هنا الصفة حتى نها ما بين بلو ما بين كي فعزي نقول انها اكبر من خلاص تمام اكبر من ايه من اكبر من غرفة اختي ايسا ديسبوسيسيون اللا ديسبوسيسيون اللي هو توزيع الاساس في الغرف ايه بلي بغاتيك بيكون عملي اكثر خلاص تمام يبقى بيقول انه اكبر من قد اخته وتوزيع الاساس فيه عملي اللي بيرو المكتب اي يعني المكتب بيكون تحت الشباك اي اكدلي وغنب السرير جي انا بتت ارموار يعني انا عندي دولاب زغيل جي ديكور لامر انا بزين الحوائط دي لشامبر حوائط الغرفة افاك دي غيدو بلان بستاير البدر جمي اين لامب يعني انا بضع لامبة او اباجورة سير لتابل دي شيفي يعني على الكومدينو ماشامبر غرفتي اي بروبرة بتكون نظيفة اي بيان ومرتبة جيدة جادور ما شامبر يعني انا بعشق غرفتي زي ما قلتلكو ان اللي بتكلم هنا سامي نشوف كده نحل الاسئلة مع بعض دان سيدي كيمو في هزي الوسيقر سامي دي كري يعني سامي بيوسف سافا مي علتو ولا سامي زو منزلو ولا سان شامبر غرفته ولا سوني كل مدرستو طبعا سان متخططة في الوسيقر رقم تلاتة يعني على الحوائد دي على حوائد الغرفة يعني احنا بنجد يعني ستايل يعني غرفة سامي يعني مش بتكون يعني صغيرة هو بيقول ان هي كبيرة خلاص تمامي بها هي ليست صغيرة هنا العنوان المكتوب عندنا بيقول المبل e la décoration de la chambre يعني الاساس والdécor بتاع الغرفة نقولها كمان مرة المبل الاساس e la décoration de la chambre أساس و décor الغرفة المبل de la chambre المبل de la chambre أساس الغرفة اقول لك دانزين شامبر يعني في الغرفة أن به دروفي يعني احنا نستطيع النجد احنا هي بالغريفวا انها نغير ان ليل سرر ان ارموال دولاب ان كانابي ان شايف كوهش ان تبل دي شوهش ان تبل دي شوهش ان بیرو مكتب دي زيتاجر دي زيتاجر رفوف ان فوتي اللي هو الكرسي البدرعات جو بعد كده دي كوراسيو دي لشامبر دي كوراسيو دي لشامبر اللي هو دي كور الغرفة ايه الحاجات اللي بتزين الاوضة يولاك بور دي كوري علشان نزين اللي شامبر الغرفة ان بيمتر احنا نستطيع النضع نحط ايه ان تابي سجادة ان تابلو لوحة ان غيفي منبه اين لامب او بجورة مكتب ان رانج سيدي يعني مرتب للسديهات ان غيدو سطارة اين كوربي او بابي يعني سلة للورق او سلة للمهملات ان بوستر يعني ملصق كل الحاجات دي دي حاجات بنزين بيها الاوضة نشوف مع بعض يقولك لتحديد مكان قطعة اساس بنستخدم ايه يعني علشان نحدد مكان علشان نحدد مكان قطعة اساس نحن نستطيع ان نستخدم الكلمات اللي جاية دي بيقولك عند تحديد مكان قطعة اساس او دي كور في الغرف بيلزم استخدام بعض حروف الجر التي تساعد على تحديد المكان ايه هي حروف الجر اللي بنستعملها فيه تحديد الاماكن زي سير فو ديفون امام لوان ده بعيد عن اقوش على اليسال اندر بين او سندر يعني فيه وسط سو يعني تحت دريد خلف بريد قريب من ادروت على اليمين اكد بجانب انفاس د يعني فيه مواجهة يعني استخدام اشياء الغرف هنا ده اسم الشيء وهنا ده الاستخدام بتاعه اول حاجة للي السرير بنستخدمه في ايه بور سي كوشي يعني علشان ننام لارموار الدولاب او الين جاردروب برضو الدولاب الصغير ده بنستعمله في ايه بور رانجي ليفت مو علشان نرتب الهدوء لتروار الادراج بور ماتر لزاكسسوار علشان نحط فيه الاكسسوار اين شيز امبيرو يعني الكرسي والمكتب بور اتديي علشان نزاك ان رانجي سيدي يعني مغتب السيديهات بور رانجي ليسيدي عشان نغتب السيديهات برضو الديفديد يباري عن سيديهات بس قلنا زي ما قلنا قبل كده ان هي صوت وصوت ان ريفي المنبه بور ايدي اي سي ريفيي يعني علشان بيساعدنا عن نحنا نسحة ان ريدو السيطاغة بور علشان ديكوري لا شامبه او لا فنتر علشان نزاين الاوضة او الشباك اين فيش الملسك ان تابلو اللوحة ان باستر برضو الملسك تبدولي بور ديكوري علشان نزاين اللامر الحوائط اين لامب الاباجورة او الان لامبادير برضو اللي هو المسباح اللي بستند اللي هو الطويل دول علشان ايه بور اكليغي لاشامبه علشان ننور الاوضة نشوف كده التمرين مع بعض سيطان نقات روج هنا انا عايزة كلمة مفرد مذكر علشان ان يبقى تابي يبقى انها سجادة حمر بور ام لفعالير علشان نسحة في المعاد جو انا عندي ان ريفي يعني من الاختيار الاخير دان ما شامبه فغرفتي لتابي السجادة اي بتكون سو لبيرو يعني تحت المكتب لتابل دي شوفي يعني اللي هو الكومود ايضان بيكون فيه لشامبه في غرفة النوم بور رانجي لفتما يعني علشان نتغتب الملابس ان نوفر احنا بنفتح لغموار الدولاب دان لشامبه يعني فيه الغرفة سو لتابل تحت الترابيزة اللي يب يوجد ان تابي يعني سجاد وكم سبعة اون ميلي سيدي يعني نحنو نضع السيديهات اي لدي فيدي دون احنا بنحط السيديهات والدي فين ان غانج سيدي اللي هو مرتب السيديهات وكم تمانية لغيدو اي ديفون يعني السيطارة بتكون امام لا في نتر الشباك دان لشامبه في الغرفة اون ميلي ليفر لي ليفر احنا بنضع الكتب سيغل اي تاجير يعني على الغرف وكم عشرة سامي تيبي مي نوقة تشامبه يعني سامي انت تقدر مي ديك غير يعني توسف لي تشامبه غرفتك وكم حداشر هنختار كاسك اليا دان لغموار يعني ماذا يوجد في الدولار رقم 12 بورسفوار علشان نعرف اللير الساعة او غي جارد احنا بنبص على لغلوج اللي هي ساعة الحال طب هنختار كل اللي هي الجامع المذكر الاخير يبقى كل مبل اي الاساسات اي الاساسات انت عندك في قطك سي تغوار يعني هزا الدرج اي تغي لارج يعني بيكون كبير جدا طبعا تغوار هنا مفرد مذكر يبقى الصفة برضو اللي احنا عايزينها تكون ايه مفرد مذكر طب هنا لارج هنا بتنفع مع المذكر والمؤنس وانقوم 15 سي نؤات غانج سي دي دي مونا طيب انه لغانج سي دي دي مونا ده مرتب السيديهات بتعمنا طبعا كلمة مفرد مذكر وما بدوها بحرف الساكن هتاخد لن شوف بقى المقارنة المقارنة سهلة جدا بس ركز معايا شوي خلاص تمام طيب اول حاجة في المقارنة يعني ايه المقارنة يعني بقارن شخص بشخص او شيء بشيء او حيوان بحيوان طيب لما اجي اقارن اقول ايه اقول اكثر من او مساوي لي او اقل من يعني عايز اقول مثلا احمد اطول من سمير اقولها ازاي بقى بالفرنسيه هو ده الدرس بتاع النهاردة ده الجرامير بتاع النهاردة طيب لو انا عايز اقول مثلا التشيرت ده بيكون جميل زي البانتالون برضو اقولها ازاي عايز اقول مثلا سمية بتكون اقل زكاء من فريدة برضو اقولها ازاي ده اللي هنتعلمه فيه الجرامير بتاع النهاردة طيب اول حاجة بيقولك هنحط الاسم في الاول بعد كده نحط بلو وبعد دي هالصفة وبعد كده ك او ك ابوستروف حسب الاسم اللي بعده ك دي لو الاسم اللي بعدها مبدوء بحرف ساكن ك دي لو الاسم اللي بعدها مبدوء بحرف متحرف طيب هنقول كمان مرة انا هعيد وزيد كتير وان شاء الله هتفهموه الموضوع الكويس جدا طيب اول حاجة هنحط الاسم بعد كده نجيب الصفة ونحطها فين ما بين بلي وما بين ك ك دي او ك دي طيب نشوف كده مع بعض طيب ده لو انا عايز اقول ايه لو انا عايز اقول ان ده اكثر من ده طيب نشوف الاكزامبل هو اللي هيفهمنا الموضوع ده طبعا الكلام النظري ده مش بيفحل هنا احمد ايه بلي غوند ك سمير يعني احمد بيكون اكثر طولا من سمير طيب الجملة دي انا كونتها ازاي ادي احمد تسريف فاكده جبنا الصفة اللي هي جرون يعني طويل وحطناها ما بين ايه ما بين بلي وبين ك بعد كده كتبنا سمير اللي هو الاسم التاني خلاص تمام اعتقد الموضوع سهل خالص يبقى هجيب الصفة وحطها ما بين بلي و ك ودي معناها اكتر من يعني اكثر طولا من طب الحاجة التانية عايز اقول ده زي ده ده المساوي ده اقولها ازاي طب هجيب الاسم بعد كده احط الصفة ما بين ايه ما بين اصي ما بين ك او ك بالشكل ده اصي احنا اخدناها قبل كده بمعنى ايضا دكر لكن هنا بمعنى مساوي ليه يبقى اصي وبعكده الصفة وما بين بعكده ك ك دي او ك دي طب ناخد الاكزامبل هول هيفاهمنا اكتر لتي شرت اي اصي جولي ك لبانتالون يبقى ادي التشرت ادي الاسم بعد كده تصريف فر بقاتر بعد كده جبنا الصفة وحطناها ما بين اي و اي ما بين اصي وبين ك بعد كده كتبنا الاسم التاني اللي هو البانتالون نقراها مرة كمان لتي شرت اي بيكون اوسي جولي ك لبانتالون بقى التشرت بيكون جميل زي اي البانتالون خلاص تمام اتمنى ان تكون المعلومات دي يعني مفهومة طب راكم تلاتة انا عايز اقول بقى اقل من طب حجيب الاسم طب كده اجيب الصفة وحطها ما بين ما و ما بين ك حط الصفة ما بين ما و ما بين ك بالشكل ده او ك بالشكل ده طب ناخد الاكزامبل عشان يفهمنا اكتر سمية اي مو انتليجونت ك فريدة يعني سمية بتكون اقل زكاءا من فريدة طب انا هنا عملت ايه طب هو هنا ملون الكلمة دي لا احنا مفهومة هيلون الصفة خلاص تمام طب يبقى الصفة هنا انتليجونت حطاناها ما بين مين و مين حطاناها ما بين ما و ما بين ك خلاص داكر نقولها كمان مرة سمية اي مو انتليجونت كفريدة يعني سمية بتكون اقل زكاءا من فريدة خلاص تمام سهلة جدا يعني ان احنا نبحث نشوف بقى الملحوظات اللي هنا وياريد بقى تصحصحلي قوي 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 في الجزئية دي طيب اول ملحوظة انا مش هقر اللي مكتوبا هقرى الاكزامبل على طول وهشرح عليه طب يقول لك كريم اي بلي جران كي مونا كريم اي بلي جران كي مونا طب يعني كريم بيكون اكثر طولا من مونا خلاص تمام فيش اي حاجة غريبة هنا اللي هو عايز يقول لهم هنا ايه ان كلمة جران الصفة هنا يطرى تتبع كريم ولا تتبع مونا يعني ايه تتبع كريم ولا تتبع مونا يعني تيجي مفرد مذكر ولا زي كريم ولا مفرد مؤنس زي مونا لا بتعود على الفاعل الاولاني اللي هو كريم خلاص دكار يبقى تعود على الاسم الاول مش الاسم التاني يبقى كريم بلي جران كمونا كريم بيكون اكثر طولا منمونة كلمة جران تعود على كريم وتكون مفرد مذكر. بتعود على الاسم الاول. دي اول ملاحظة. تاني ملاحظة برضو ان هقرى الاكزامبل واشرح عليه على طول مش هقرى الكلام النظري ده. يقول لك لكل المدرسة. المدرسة هنا ايه? مفرد مؤنس. يقول لك سي انها بلي جران كلا كلاس. انها اكثر كبرا من الفصل. طيب. هنا لكل اللي هي المدرسة دي مفرد مؤنس. طيب احنا قلنا الصفة بتعود على مين? على الاسم الاولاني. طيب اوما الهنا ما عادتش يعني عن الاسم الاولاني الصفة هنا جات مفرد مذكر ليه? طيب نشوف كده بقى ليه? يقول لك ليه كل المدرسة انها اكثر كبرا من الفصل. هنا الصفة اللي هتيجي بعد حتى لو في حالة التفضيل برضه هتيجي في المفرد المذكر. طيب هنا طيب الملحوظة رقم 3 و 4 و 5 احنا مش نبص فيهم هنا في الجزئية دي دي. لان هو في حاجات اساسا كتبها غلط. طيب هنبص فين طيب يا مس? هنبص في الجزء اللي انا كتباب بالقلم الجاف من تحت. بصوا كده معايا. الجزئية دي بتتكلم عن ايه? بتتكلم عن ان بيوجد بعض الصفات والظروف ماينفحش نحطها ما بين بلي وما بين ك. يبقى عندنا بعض الصفات والظروف. ماينفحش نحط الصفة كده دي ما بين بلي وما بين ك. طيب هنا دي معناها ايه? معناها جيد. خلاص تمام? انا عايز اقول ان ده جيد اكتر من ده. ماينفحش احط الصفة دي ما بين بلي وما بين ك زي باقي الصفات. طيب اقمال هعمل فيها ايه? لأ. دي هتتحول الى مليار ك. خلاص اتذكر. يبقى عندي الصفة شاف هنحط لك غلطة هي جنبه. ماينفحش نحطها ما بين بلي وما بين ك. لما نيجي نعبر بالتفضيل بيها. لأ هنا بتتحول الى مليار ك. يعني استحالة الاقي جملة زي دي كده. ماينفحش. الصحة بتاعها اللي هو ده. طيب الصفة اللي بعدها معناها جيدة. ده المؤنس بتاع بان. جيدة برضو ماينفحش احطها ما بين بلي وما بين ك. انا عايزة اقول ده جيد اكتر من ده. لأ ماينفحش احط اعملها بالصيغة دي. اقولها تبقى ايه? تبقى كده مليار ك. مليار ك يعني افضل من. طيب. ده طبعا المؤنس وده المذكر. طيب. في زرف بقى اللي هو بيان. بيها برضو معناها جيد. ماينفحش اقول لا بلي بيان ك. الصيغة دي كده ما تنفحش خالص غلط جدا. طيب امال تبقى ايه? تبقى ميار ك. ميار ك يعني افضل من. احنا هنرجع للجزئية لفوق ونشوف الاكزامبل اللي عليها. طيب. اخر حاجة الصفة الموفي. الصفة موفي بمعنى سيء. طيب برضو مينفحش احطها بين بلي وما بين ك. وما الاعمل فيها ايه? هتتحول للشكل الادي. بير ك يعني اسوأ من. خلاص داكر. يبقى هنا ميار ك افضل من. ميار ك افضل من المؤنس اخرها ا. ميار ك افضل من يعني اسوأ من. طيب نطلع فوق كده ونشوف الاكزامبل بس. هنا الاكزامبل الاولاني ده فيه غلط مش هنبص فيه خالص. تمام? احنا هنبص في الاكزامبل التاني ده. معايا اللي اوله كلمة علي. هتمنى ان تكون شايفين السهل. طيب علي ايه? ميار ان فرانسي كسامي. يعني علي بيكون افضل في اللغة الفرنسية من سامي. يبقى احنا هنا ما استعملناش كلمة بو ولا حطناها بين بليو ك وهكزا. لا. عايز اقول افضل من. يبقى استعمل السيغة اللي قدامي دي. علي ايه بيكون ميار ان فرانسي كسامي. خلاص داكر. ممكن استغنى عن كلمة ان فرانسي. يعني ممكن اقول الجملة كده. علي ايه بيكون ميار كسامي يعني افضل من سامي. طيب الجملة اللي بعدها في رقم اربعة. الاكزامبل اللي في رقم اربعة. برضو مش هبصف ده عشان فيه اخطاء. هنا جه دي سينة. يعني انا برسم ميار كسامي يعني افضل من سامي. فعا كده الصفة موفي يعني سيء. قلنا مش هنستخدم هدي خالص. هنستخدم ايه باكنها؟ بيور ك. بيور ك. طيب نشوف كده مع بعض. لانيج السلج. اه بيور ك. لابلي. يعني التلج بيكون اسوأ من المطل. خلاص تمام? عارفنا? هنعملهم ازاي بسيغط التفضيل? طيب نشوف بقى فعل من افعال المجموعة الاولى. اللي هو فعل بغيف ري. بغيف ري يعني يفضل. ده فعل برضو بنستخدمه عشان نعبر بيه عن التفضيل. بيقولك وهو فعل من الافعال التي تدل على الزوء والتفضيل. زي ايمي وادو ري. ايمي يعني يحب وادو ري يعني يعشق. كلهم افعال مجموعة اولى. واحنا اخدنا قبل كده تصريف افعال المجموعة الاولى. كنا بنعمل ايه? كنا بنحزف الار اخدام بالكم معايا. بنحزف الار ونضيف النهايات بالتلتيب مع الزمار. ا ا ا ا اس ا 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 ز ا ا ان ت ايه. طب ايه المختلف بقى في فعل بغيف ري هنا? الاكسان. شايفين كده مصدر الفعل نفسه? شايفين الاكسان اللي فوق اللي هي الشرطة اللي فوق اله دي ياتي. اللي اتنين اسمهم اكسون تي جي. اسمهم اكسون تي جي. شايفين الميلة بتاعتهم فان هي ناحية. طيب دي هي بتتغير بقى في التصريف. بصوا كده مع الجي. شايفين الاكسون لفوق اله بقي شكلها ايه? دي بقى اسمها اكسون جراف. الميلة بتاعتها العكس. برضو اتغيرت هنا برضو مع تي. بقت اكسون جراف. طيب اه اتغيرت برضو مع ايه الوقال اللي جاء المفرد. برضو بقت اكسون جراف. برضو اتغيرت مع ايه الوقال الجمع بقت اكسون جراف. هنا ممكن يعني هنا في اس ناس. لكن معنوم مع فوق لا الا الاكسون اللي فوق الا اكسون تي جي عادي الميلة بتاعتها زي ما انتو شايفين كده. خلاص تمام? ده الاختلاف في تصريف بمعنى يفضل. طبعا انا الفعل هنا هصرفه زي الوقال الجمع. يبقى بغير فير بيفضله يعني حسة اللغة الفرنسية. يعني ابن عمي يبقى المفرد. هو يبقى يعني بيفضل قضاء عطلة نهاية الاسبوع في الريف. رقم تلاتة كالديكوراسيون يعني اي ديكور بغير فير تي انت بتفضل. طبعا الفعل هيصرف مع تي. رقم اربعة انها هوي تي المفضلة. هنا صفة مفرد مؤنس. طبعا هنا ده مش تصريف افعال. هنا دي ودي مش تصريف افعال. هنا ده صفة مفرد مؤنس ودي صفة مفرد مذكر. ده تصريف فعل. وهنا ده مصدر الفعل نفسه. هنا رقم خمسة يعني انا وسامي يعني نو احنا. طب هنا بمعنى نو لكن الفعل اللي بعدها هيصرف زي ايه لو قال المفرد. يبقى او بغير فير احنا بنفضل اللي تينيس التنس. رقم ستة مع يعني انا واختي دي بتساوي نو يبقى يعني بنفضل جوي وباسكت لعب الباسكت. طب هو هنا بيقول لك ان علشان لو انت عايز كمية من التمارين اكتر هتستعين بكتاب التدريبات والامتحنات. نشوف هنا يعني علشان تستعلم سيغل المبلع عن الاساس دي لشامبر يعني اساس الغرفة. يبقى علشان تستعلم عن اساس الغرفة. تقوز ايه? تسأل بايه وتقول وترد تقول ايه? طيب هنسأل بايه? كلمبل يعني اي الاساسات تيا انت عندك دان تشامبر في غرفتك. طيب الجزئية دي احنا بنستفيد منها بايه? بنستفيد منها في الجزئية بتاعت الميل. لان انت بيجي لك السؤال ويبقى مطلوب منك انك تجاوب عليه. طيب انت هتحفظ ايه? كتابة هتحفظ الاجابة كتابة. لكن السؤال تفهمه بس. طيب نشوف كده مع بعض. كلمبل تيا دان تشامبر يعني اي الاساسات انت عندك في قطك. فهي ردت وقالت او انت عندك في قطك. هي ردت وقالت. انا عندي سرير. انا اغموار دولاب امبيرو مكتب وكرسي. انت طبعا ممكن تحفظ حاجات غير دول المكتوبين. انت طبعا عندك الاساس بتاع الغرفة في اول الدرس. شوف الكلمات السهلة بالنسبة لك اللي تقدر تحفظها واحفظها. خلاص مش شرط يكون دول بالذات. طب نشوف بقى المواقف. يعني انت سألت صديقك عن تزيين غرفته. هو هيقول ايه? بقى انت سألت صديقك عن تزيين الاوضة بتاعته. فهو هيود ويقول يعني بيوجد ستارة ان تابلو لوحة اي ان لمبادير وي المسباح الارضي. ركوم اتنين. يعني انت سألت صديقك. يعني بأي شي هو هيزيين حائط غرفته. هو هيقول ايه? هيقول جي ديكور يعني انا بزيين لمر الحائط بالملصقات كمان ممكن يقول يعني انا بحط لوحة رقم ثلاثة يعني انت سألت صديقك يعني اين هو يرتب كتبه فهو هيقول يعني انا برتبهم يعني على الرف رقم اربعة يعني صديقك سألك يعني ليه انت بتفضل الطيارة فانت هتقول ايه هتقول لان هي هي الطيارة يبتكون اكثر سرعة من المرك يعني انت رفضت فكرة صديقك انت هتقول ايه هتقول يعني انا بكون ضد فكرتك او هتقول يعني انا مش موافق نقوم ستة يعني انت سألت صديقك عن تزيين غرفة فانت هتقول ايه هتسأله وتقول يعني كيف انت تزين غرفتك ازاي بتزين القض او هتقول له يعني اوصف لي يعني اوصف لي تزيين الغرفة بتاعتك رقم سبعة انت سألت صديقك ان هو يوصف لك غرفته او انت طلبت من صديقك ان هو يوصف غرفته فانت هتقول ايه هتقول يعني كيف تكون غرفتك يعني اوصف لي غرفتك رقم تمانية يعني انت بتعبر عن اعجابك بور لا ديكوراسيو دي الميزون بي تزيين المنزل او ديكور بتاع المنزل فانت هتقول ايه البنت ام عقب بي ديكور بتاع البيت هتقول ايه هتقول سي جنيال او سي سوبر الاتنين معناهم انه رقم رقم تسعة تي كمبار يعني انت بتقارن انتر ما بين ديزانيمو ما بين حيوانين فانت هتقول ايه هتقول يعني الكلب بيكون اكسر كبرا من القطة شو بقى الميل اول الميل ده بيقولك يعني ميل عن الغرفة يعني كم من الغرف يعني بيوجد في منزلك خبه هنا بيسأل عن ايه عن عدد الغرف اللي موجودة في المنزل فالاجابة هتكون قدام ماميزو في منزلي ايليا سانك بيس يعني خمس غرف السؤال لبعده كيف تكون غرفتك هيقول ما شامبر اي جروند يعني غرفتي بتكون كبيرا خلي بالنا هنا ان الصفة مؤنصة داكم اتنين اون ميل سور لديكوراسيون يعني ميل عن الدكور سالي سالي كسك تيا كم دكور يعني ماذا انت لديك كدكور انت عندك اي حاجات كدكور هيقول ايجي دي بوستير انا عندي ملصقات اي اون تابي روج وسيجادة لونها احما السؤال الثاني اي افكواتي دكور لفنت وبقيه انت هتزين الشباك هاردو اقول ايجي دي كور لا في نتر يعني انا بزين الشباك افك ان غير دون يعني بستر اريفال هاردو اقول اريفال جوباء السوجي اول سوجي دي كري لا دي كوراسيو دي تشامب يعني اوصف دي كور غرفتك طبعا انت مش ملتزم به الكلام اللي مكتوب هنا انت ممكن تعمل سوجي بنفسك طبعا اللي هبتعمله بنفسك دا بتنسهش تاني ابدا خلاص داكر وديك شايف هو معمول ازاي وانا فيه لما بنحل الاسئلة والتمرين بكتبلكو برضو سجي بيكون ابسط حاجة ممكنة بس هنقرده معاكم جيم دي كوري يعني انا بحب ازين ماشرون بالغرفتي جي عن غير دون يعني انا عندي سطارة جي السي اين اغلوج وانا عندي كمان ساعة حيد اين اتاجر و رفع بوران جيمي ليفر علشان ارتب الكتب جي دي تابلو ماجنفيك يعني انا عندي لوحات رائعة اين لامب سور لبيرو وابجور على المكتب جي عن غانج سي دي انا عندي مرتب لستديهات اليا اوسي عن تابي غري وبيوغد ايضا سي دا لونها الماضي سور لبيرو يعني تحت المكتب تاب نشوف نشوف السجيء اللي بعضو دي كري تا شامبر يعني اوسف غرفتك عن سنك فراز يعني فخمس جمل ما شامبر اي جراند يعني غرفتك بتكون كبيرة دان ما شامبر فغرفتك اليا دي يعني بيوغد سرين ان پور موى يعني واحد ليا اي لوتر اي پور من فرير والاخر لاخوية اليا اوسي بيوغد ايضا اين جراند ارموى يعني دلاب كبير اليا ان غريفي بيوغد منبه سور لاتابل يعني على التربز سور لفنتر عالشوباك اليا ان غريدو بيوغد ستارة اليا دي ليفر سور لزيتج اي تاجر يعني بيوغد كتب على الرفوف وكده نكون خلصنا الجزء الاول الدرس هيكون من جزئين شكرا لسماعكم واستظروني في الجزء اللي جاي